تعاني العديد من المحافظات العراقية لسيما في جنوب البلاد من تكرار الاشتباكات بين عشائر تستخدم الأسلحة المتوسطة والخفيفة لتصفية الحسابات فيما بينها فيما تقف السلطات الحكومية عاجزة عن وضع حل الناجع للمشكلة ومن المعروف أن المجتمع العراقي تطغى عليه الصمغة العشائرية حيث تشكل العشائر النواة الأساسية للمجتمع إلا أن ظهور بعض الحالات السلبية وفي مقدمتها السلاح المنفلت والدقات العشائرية وغيرها جعل الكثير يصف هذه الحالات بالخطر الذي يهدد الدولة دعوة بدأت تعالى منذ عام 2003 بعد أن انتشرت العديد من الممارسات العشائرية التي أضعفت سلطة الدولة وعكست صورة سلبية عن العشائر العربية التي تتمتع بمكانة اجتماعية مهمة وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية أنها ستلاحق مرتكبي جرائم الدقة العشائرية إلا أن الإجراءات على الأرض مازالت قاصرا عن إنهاء هذه الظاهرة وما تسببه من إخلال بالأمن والسلم المجتمعيين وتعريض أرواح لابرياء للخطر من جراء استخدام السلاح بشكل غير قانوني وتعز السلطات الحكومية حدوث النزاعات العشائرية إلى ثلاثة أسباب أولها السلاح المنفلت وثانيها الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى نفطية فضلا عن انتشار تجارة المخدرات التي تدر أرباحا خيالية تتسبب بنزاعات بين أفراد العشيرة الواحدة أحيانا ارتباط بعض العناصر بالميليشيات وتمتعها بعلاقات مع أحزاب السلطة فضلا عن امتلاكها ترسانة عسكرية كبيرة وبمختلف الأسلحة جعل محاولات السيطرة على هذه النزاعات أمرا خارج طاقة القوات الأمنية التي لا يخفي بعض عناصرها وقيادتها هي الأخرى انتماءاتهم لميليشيا مسلحة أو أحزاب متنفذة وبين الحين والآخر تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جلسات تحديد الفصل العشائري حتى بات بعضها يتجاوز المليار دينار عراقي في ظل صمت حكومي مريب تجاه هذه التصرفات التي أصبحت بابا من أبواب الكسب المادي السريع وتحول نمطها من الدفاع عن المظلوم إلى الدفاع عن الظالم في ظل غياب القانون بحسب مراقبين وناشطين ترجمة نانسي قنقر